تريدنا أن نبحث بهذا الملف يعني اليوم الخلل وين؟ هل من وزارة الكهرباء؟ هل من ممثلية العراق أمام الشركات الأخرى اللي تعاقدنا وياهم من 2005 حتى هاي اللحظة حتى نجلب محطات كهربائية نوفر طاقة كهربائية وسعات يحتاجها العراق يعني من من التقصير؟ من من الفساد؟ سيدتي الملف متراكم ومتشابك تدخل في دول أقليمية دول يعني لديها أجندات تمريرها حقيقة ملف الكهرباء ملف خطر وملف حتى النقاش فيه يعني لا يجدي نفعا يعني كون سيد الكاظمي يعني أوكي يبحث عن حلول يعني اليوم حاولوا وصف المشكلة بين شركة سيميز وشركة جنرال ألكتريك أن هناك تنافس دولي بين هذه الشركتين للاستحواذ على عقود الكهرباء ولكن ما نجده هو افتقار المفاوض العراقي أو الخبرة العراقية لمحاولة انهاء هذا الملف يعني ما معقول بلد يصرف أكثر من 65 مليار دولار على لسان السيد الكاظمي على ملف الكهرباء لسبعة عشر عام ونحن ما عندنا كهرباء نحن نستولد كهرباء أكثر من 16 ساعة انقطاع فإذن هو الموضوع يعني يفتقر إلى رؤية رؤية حقيقية رؤية تتمثل بمفاوض قوي قادرا يعني العراق العراق ليس بفقور مصر مصر التي لا تمتلك سوى السد العالي كنابك تعلمين والسياحة والأهرامات تفاوضت مع سيمنز لإنتاج الكهرباء وإنشاء محطات كهربائية بقيمة تقريبا 6 مليار دولار هذه حقيقة عقد واحد من عقود الكهرباء الوهمية هو 6 مليار دولار واكتفت مصر واليوم مصر طبعا للعلم العقد بالآجل واليوم مصر تسعى لمتصدير الكهرباء من خلال الخط العربي أو غيره